هذا النور أحبائي هو نور الخلاص إنه نور الهداية إنه نور الإرشاد وإنه أحبائي نور المنارة يعني لا يمكن أن تخفى منارة لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل وين ما بتشوف هون المدن كلها على إجبال أو طبعاً مصباح تحت المكيال فالشخص المؤمن هو الذي يؤثر هو الذي ينير الآخرين الكتاب يتكلم عن المؤمنين بقول أما أنتم فجنس مختار كهنوت ملكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب لكي تخبروا فاللي اختبر النور هذا النور انعكس في حياتك فينعكس على الآخرين لا يمكن أن تخفى هذا النور مثل المدينة لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل في المساء في الليل بتشوف الأضوية في كل مكان مثل ما الملح طبعاً بيعطي الطعم والمذاق هكذا النور أحباء بيعطي التأثير على الآخرين بيشوفوا فيك يسوع بتتغير حياتك بتصير أنك بتسلك في نور المسيح وفي شريعة المسيح لأنه مكتوب سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي فتح كلامك ينير يعقل الجهال أو كما قال داود الرب راعية فلا يعوزني الشيء الرب نوري وخلاصي ممن أخاف إنه نور الخلاص الذي يغير فينعكس ويؤثر على السامعين في كل مكان سؤالي إلك في الختام هل أنت نور؟ طبعاً في كان اقتباسات كتير للنور في هذا البلد أحبائي لكن هل أنت فيك نور عم بيشرق عم بيشع للآخرين؟ إذا ما عندك هذا النور تعالي اليوم حتى ينير بوجهه عليك ويرحمك حتى يملأك بنوره العجيب فتطرد كل ظلمة داخلية وكل فساد داخلي وكل خطيّة في حياتك فتنكشف أمام النور لأن أحبائي كمان النور مش بس بيفصل كمان دينوني وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة الشخص المؤمن المستنير أعماله بتكون أعمال حسنة ويكون ثمره واضح أمام الجميع موسيقى بدونه can be chicken 闘 الدين despair خطير إلى الفيديو موسيقى Followingz